السؤال الرابع يقول نسمع أنه لا تجوز قراءة سورة المسد في الصلاة فهل هذا صحيح ولماذا؟ ليس هذا بصحيح وتجوز قراءة سورة المسد في الصلاة وغيرها وهي سورة من القرآن والله جل وعلا يقول فقرأوا ما تيسر منه ولم يحدد حدا معينا من القرآن يقرأه في الصلاة وإنما كل القرآن صالح لأن يقرأ به في الصلاة سورة المسد وغيرها نعم نعم